الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي نجتاباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوم صدق الله العظيم أيها الإخوة الكرام في خضم هذه الأحداث التي نعاينها وفي خضم هذه المشاهد التي نشاهدها ومع تراكم الأعباء في هذه الحياة الأعباء المادية والمعنوية يحتاج الإنسان المؤمن إلى السكينة والسكينة هي طمأنينة القلب سيما أننا نعيش حياة على رتم متسارع هذه الحياة صار فيها أحداث متسارعة ما عاد الإنسان يستطيع أن يتحمل أعباءها لا بد من السكينة خلال الأسبوعين الماضيين أتى زلزال أصابنا منه رجفاته وهزاته وبعض الأحداث مما استدعى أن تكون هناك حوادث ليست مادية الحوادث المادية مقدور عليها حوادث معنوية هناك أناس ما عاد استطاعوا الكلام أبكموا عن الكلام فأحببت أن تكون خطبة هذا اليوم عن السكينة والسكينة هي منحة إلهية ليست بيد البشر إنما هي بيد الله عز وجل طمأنينة تحل في القلب فتسكن الجوارح ولا يستطيعها إنسان إلا إذا منحها الله إياه عمود ينزل من السماء فيستقر في سويداء القلب قال الله عنها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها الإخوة الأكارم سأعطيكم أمثل عن السكينة حتى نفقهها ويفقهها الشباب خاصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة وكان في الغار في غار ثور صوب اليمن نزل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الجنوب وكان هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا أبو بكر يصف الحال يقول وقد تتبعوه وترصدوه صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا لكن السكينة التي أنزلها الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبالمقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى تلك السكينة لأبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أيها الإخوة الكرام وفي غزوة وفي صلح الحديبية الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة مع تلك الشروط المجحفة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة معتمرا فمنعوه وأجروا صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود هو ومن معه هذا العام وأن لا يعتمروا انظروا كيف أنزل الله السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيها الإخوة الكرام أمام هذه الأحداث وما زاد الطين بلة هي وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل لنا الأخبار من هنا ومن هناك منها ما هو حقيقة ومنها ما هو يجانب الصواب ذكر لي أحد الأخو الأكارم البارحة أو قبل البارحة وكانوا قد توقعوا شيئا أن الناس خرجت من منازلها لا يعلم الغيب إلا الله صحيح هناك علم ولكن العلم لو كان يصل إلى اليقين لأخبرونا في الهزة الأولى التي هزت القلوب وهزت أرواح الناس في تلك البقاع أيها الإخوة الكرام المؤمن شعاره في هذه الحياة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قلت لكم في الأسبوع المنصرم قرأتم خبرا أن عائلة ممن أصابهم الزلزال خرجوا من عمارتهم قبل أن تسقط ثم ذهبوا إلى مكان يبعد عن مكان الزلزال خمسمائة كيلومتر فاستأجروا بيتا وبعد ثلاثة أيام من الآجار احترق البيت بمن فيه فماتوا وكانوا سبعة أشخاص أب وأم وخمس من الولد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أيها الإخوة الكرام الإنسان المؤمن إنما تنزل عليه السكينة بأشياء يفعلها إنما تتعلق كلها بالعبادة أي نحن من صلي ومن صوم ونعبد الله وهكذا حل بالبعض فما بالوا تلك الأمم لو أصابهم ما أصاب هذه البلاد حدثت نفسي قبل صلاة الفجر لو حدث مثل هذا الزلزال وتوابعه في بلدان لا يعرفون الله لا يؤمنون بالله يؤمنون بالطبيعة يؤمنون بأشياء أخرى ماذا سوف يحل بهم سوف يموتون قبل أن يأتي الزلزال الحمد لله نحن من مات مات شهيدا ومن جرح فهو صابر ومن يداوي جريحا ويتألم لألمه فهو إنسان له أجره عند أو على ربه أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حنين بعد فتح مكة حنين كان الجيش كبير الله عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا اطنعشر ألف نبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة بعشر آلاف كان فيه ألفين من الطلقاء الذين عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي سفيان طلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حنين مكانها يعني مكان الغزوة هو قريب من مكة لأنه نزلوا أهل الطائف ولكن هؤلاء سبحان الله أول من فر هم الطلقاء إيمان للسرئي ووقت الشدة يعرف الإنسان على وقت الزلزال وين الإنسان لا يتذكر الآيات ويتذكر دعاء لا ينطلق لسانك لسانك بشيء إلا إذا كان في قلبك بمن تستغيث بمن شوفوا كاميرات الفيديو التي صورت ربما في بلادنا لا نضع في دورنا أجهزة تصوير في بلاد أخرى كانوا يضعون صورت لنا ماذا كان يقول الناس أربع خمس مصطلحات تدل على الإيمان إما الله أكبر وإما لا إله إلا الله وإما كلمة يا الله وإما كلمة يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا ونجنا وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هذه كانت خطبة الأسبوع قبل الماضي نبي عليه الصلاة والسلام من 12 ألف أي والإخوة الكرام حتى تحفظوا هذه الغزوة لم يبقى إلا مئة رجل لأنه هؤلاء خططوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانقضوا على جيش المسلمين في واد حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك الكلمة المشهورة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ودعا عمه العباس وكان رجلا سيطا أن أدعو الناس إلى الجهاد أن أدعوهم إلى الجنة قال هون نزلة السكينة عندما سمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم يا أهل ويا أصحاب سورة البقرة فلما سمعوا صوته تجمعوا تجمع رجل واحد ونزلت عليهم السكينة وقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هنا السر أخواننا الكرام ثم أنزل الله سكينته سكينة سكينة ماذا تفعل دكتور ابن الباب ماذا تفعل تمر إلى الغرف الأخرى الله متى ما نزل السكينة أنت في مأمن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يا رب السكينة يا رب الطمأنينة حال الأم الآن أيها الإخوة الكرام الأم العربية حقيقة الآن في حالة هلع وجزع وفزع إلى الآن ولا ندري بالنسبة للأولاد في تلك المناطق المنكوبة أنا آمل أن يذهب إليهم أهل العلم أهل المعرفة الأطباء الوعاظ أن يحدثوهم عن هذه المعاني هاي ما بتروحوا بيوم وليلة نحن ما صار شي لا نزلت بنايات ولا شفتوا خمسين ألف ولا ستين ألف أنتم تقرؤونهم هل لا هل أنتم بنفس الهمة اللي كانت من أسبوعين يعني الإنسان ينسى ولكن الذي عاش وشاهد وعايا وليس رائن كمن كمن سمع ثم أنزل الله سكينته تلك السكينة هي نفس السكينة التي أنزلها الله على أهل بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يوم بدر حتى يعرفوا الشباب نبي طالع يشوف تجارته لمعوا لمعوا رماح لمعوا خياله أناس ضعفاء أناس غير مدربين مئة بالمئة مع أناس قد تجهزوا وقد تدربوا من أهل مكة كانوا ألفا صحابة ثلاثمائة وثلاثعش بس لما الله بنزل السكينة هذه السكينة نحتاجها في كل أمور حياتنا أنا عم بحكي سلة الضوء لأنه الآن أمر جلل يحتاجها طالب البكالوريا ويحتاجها طالب الجامعة ويحتاجها ويحتاجها الذي يسافر ويحتاجها الذي يقدم على أمر في خطب جلل مثل الخطوبة أو زواج اللي يبدأ يتزوج شو ما نقول له الله عز وجل يثبتك ويكون معك عون ومعين هذه المعاني نحتاجها في كل أمور حياتنا أيها الإخوة الكرام ما دام حدث ما حدث وسوف يحدث ما يحدث كيف ننال هذه السكينة السكينة ليست موجودة في الصيدليات المشهورة ولا هي وصفة أطباء ولا هي دواء أجنبي يؤتى به من الخارج السكينة موجودة في كتاب الله السكينة موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نكون من المتعبدين وأن نخصص عبادات معينة تكون السكينة موجودة في القلب ونحن الله يرفع عنا المصائب ويجعلنا من الشاكرين ولكن الإنسان كيف اللبسانه بيوت ضد الزلازل هو ما في شي ضد الزلازل متى ما وقع القدر الإنسان يعني بيقوله عمي البصر الزلزال شغلة كبيرة يا أخوانا الكرام زلزال نسأل الله عز وجل أن لا يزلزل قلب إنسان يحكي عن زلزال القلوب في مرحلة متقدمة هذا الذي حدث يحتاج إلى ستة أشهر من البحث في كافة الموضوعات في موضوع خاص إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه ما رأيناه ليس فيه إتقان في عمل الهندسة عندما ننتقل من أن ينفذ المهندسون أعمال يجب أن يقوموا بها فينفذها مقاولون لا ينضبطون بالأصول تكون هكذا النتائج هذا الزلزال لو وقع في اليابان كانت حصيلته ربما واحد على ألف مما نحن فيه فتلك البلاد التي عندهم كل يوم وكل شهر تحدث عندهم هزات كيف نحصل على السكينة السكينة هي بداية نهايتها طمأنينة لأن الطمأنينة تسري من القلب إلى الجوارح لا عدد تشوف برجوف ولا رجلي بأصف ولا قلب يهتز ألا بذكر الله تطمئن القلوب عندما يكون الإنسان ذاكر هل بتشوف الإنسان لما يلقا وهو في القبر بقول له إذا أتاك ملكاني شفيقاني رفيقان يسألانك من ربك فقل لهما الله ربي ويقولون له من نبيك فقل لهم محمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي وأنا عشت ومت على شهادة أن لا إله إلا الله هل تظن بأن هذا الأمر إذا لم يكن عقيدة فيك سيجري عليه لسانك عند الجواب كلا 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 أنا أشبه لكم تشبيه الإمام عندما يقف لأن يقرأ في صلاة الترويح مثلا كل ركع صفحة شاء الله أفكر أن هذا حفظها أو لي هذه إذا لم تكن في مستقر القلب وفي دماغه وفي روحه وفي حياته ويحفظها من سنين لا يستطيع أن يقرأ فيك سطرا واحدا مو شغلة اليوم هاي طالب البكالوريا هو عم يحل مسألة الرياضيات هاي متدرب عليها مية وخمسين ألف مرة مو الله هايك شلوم ما كان طلعت معه إذا أردت أن ينطلق لسانك عند النوازل والشدائد بذكر الله وبذكر الله يطمئن القلوب فكن ذاكرا عند الرخاء إنت الرخاء هلا جمعة بعد العصر بعد كل صلاة في جوف الليل وقت السحر عم نعد على الجوال لا نتركه من العشاء إلى الفجر صدق على نفسك هيك شوية ذكرت فيه سيك مسبحتك ألا بذكر الله الذكر شأن عجيب يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا لم يأمر رب العباد عباده بأن يكثروا من شيء كأمره في كثرة ذكره مين الصحبة سيدنا أبو بكر عالي المستوى من الإيمان 13 سنة وهو في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخايف خايف 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 عن نبي هو في الغار وهو لدى هو عقرب صار دموعه تنزل هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي ثبته اللي ثبته النبي عليه الصلاة والسلام الصاحب قد تكون أنت صاحبا لأولادك بهيك إرني ما له الواحد غير عيلته أنت بتكثبته ولد بلتبه مين هون لما بتضمه بتقول الله ولما تضمه تقراله وهذا شأن الأمهات وهذا شأن الكبار بهذه الساعات العصيبة لما يذكر الإنسان رب العباد ويقرأ سورة من القرآن ولا موقف صعب يا أخوان الكرام كم من إنسان دخل الامتحان بيعرف الجواب وما استحضره ما كان تجي أول كما يقول أول الكلمة والله سألت كثير من الناس قال لي انربط الثاني في ناس بمن دخل سغيث بناطور البناء بمن أين تذهب أين تذهبون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الصاحب أيضا أيها الإخوة الكرام كلما كان الإنسان قريبا من الله في طاعته فيأتيه المدد من الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة متى ما كنت من أهل الصلاة بيطلع معك الخير وهدول اللي اللي عم يأصروا بدي أصر معك الوضع أنت شلون حسابك بالبنك مية مية بدك تسحب بيعطيك رصيدك ساحب منه تسعة وتسعين بالمية منه ما بيأدي الفاتورة اللي بدك تدفعها واستعينوا بالصبر والصلاة صدقا أول زلزال أتى أتى على دفعتين خمسة وستين ثاني بواحد واربين خمسة وستين ثاني كتير زلزال عشرين ثاني منه بروح العباد قلت لكم أو قلت البارحة في الدرس صرنا نرى باركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام لابدا قاسيون كان حاطت تؤلو بالموضوع هذه بلد مباركة والبلاد التي فيها جبال للبارحة أتى زلزال إلى طاكجستان قريبة من الصين ارني كل جبال ولكن هي غير مسكونة كان سبعة فاصلة أربعة هذه البلاد ما حدث لها شيء لكن هذه بلاد مسكونة تطور لو الشام يعني لو حدث لها شيء هذا السفح هيسموه الصالحي أو حي الصالحين ساكنوا كل صالحين كانوا لا أدري إذا كان الآن يعني أبناء الصالحين ضلوا صالحين ولكن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الله الشام وأهله أي الشام الصغرى مو معناتا نحن في منأة الله عز وجل يحمينا الله عز وجل يحمينا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين أيها الإخوة الكرام دواء الثاني هو الصلاة صلاة يأخذ فيتامين هي يعني يقول لك الحمد لله جسمه جيد جدا ونأص شيء واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هذه أهم الأشياء التي تنزل فيها السكين أيها الإخوة الكرام ناهيك من كان له ورد من قرآن من كان له ورد يعني من ذكر لأنه من لا ورد له لا وارد له فكيف بإنسان يستبق إلى الخيرات بار بوالديه كل هذه الأمور إنما هي تنجي من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمينا بحيماك واحمي أولادنا واجعل هذا البلد آمنا وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا بسلام وأمتنا بسلام وأدخلنا جنتك دار السلام بسلام إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر